مع انشغال العالم بفيروس كورونا والحديث المستمر عن احدث الاحصائيات حول اعداد الضحايا يتسأل الكثيرون عن تأريخ الاوبئة واشدها ضررا من حيث اعداد الضحايا الجزء المكتشف والموثق من التاريخ يكشف عن اوبئة فتكت بنسب كبيرة من سكان العالم في ظل اوضاع حياتية بالغة الصعوبة وغياب الادوية واللقاحات بجميع انواعها اول هذه الاوبئة هو الوباء الذي تفشى خلال الحرب بين حلفاء اثناء وحلفاء اسبرطة عام 430 قبل الميلاد فيما اكد المتخصصون بهذا المجال ان تفشي الطعون الدبلي وضع حدا لفترة حكم امبراطور بيزنطا جستنيان الاول في القرن السادس بعد ان تسبب بوفاة 30 الى 50 مليون شخص وهو ما كان يمثل حسب التقديرات نصف سكان العالم في ذلك الحين وشهدت قارة اوروبا خلال ما تعرف بالعصور الوسطى انتشار الوباء الذي اطلق عليه الموت الاسود منتصف القرن الرابع عشر الميلادي بحصيلة اوقعت نحو 25 مليون ضحية بالمقابل نقل الاوروبيون مع اكتشافهم القرتين الامريكيتين بالقرن الخامس عشر عدوى مرض الجدري الذي فتك بارواح ما يقارب العشرين مليون من السكان الاصليين وفي العصر الحديث تعتبر الانفلونزا الاسبانية بالعامين الثامن عشر والتاسع عشر من القرن العشرين الاكثر شهرة بحصيلة وفيات تخطط 50 مليون شخص من بين 500 مليون اصيبوا بها الى جانبي كل ذلك تفشت على فترات متباعدة ومختلفة اوبئة كانت اقل ضراوة وضررا نعرف منها انفلونزا الخنازير والطيور والابقار وسارس وايبولا وغيرها لكن كورونا يبقى متفردا عن غيره وسابقيه بظهوره في عصر انتشار وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي وهو ما صلط عليه المزيد من الاضواء مع استمرار خطره المتأتي من عدم اكتشاف اي لقاح او عقار يقل عالم من مخاطره على رغم من القفزة الكبيرة في قطاع العلوم والتكنولوجيا